اهلا بكم مشاهدنا من جديد اعلن الجهاز الوطني للضرائب الخليجية في بيان له بان عدد الشركات والمؤسسات التجارية التي حصلت على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة حتى اليوم بلغ أكثر من 1300 شركة وذلك مواصلة لجهوده الرامية إلى تحقيق التطبيق السليم لآليات القيمة المضافة من خلال التعاون البناء مع المؤسسات التجارية وأوضح البيان تجاوب الإيجابي من قبل الجهاز وحرصهم الدائم على الاستفسار بهدف التنفيذ الصحيح للقيمة المضافة كما يبين الجهاز ضرورة تأكد المستهلكين من وجود شهادة التسجيل في القيمة المضافة فيما كان ظاهر بالمحلات التجارية التي تفرض القيمة المضافة المقررة 5% في خبر آخر كشف محافظ مصرف البحرين المركزي سعارة السيد رشيد محمد المعراج أن المركزي يبحث مع الأجهزة المعنية والمؤسسات المالية إعداد برنامج يهدف إلى التقليل من الأعباء المالية التي سيواجهها المقترضون ممن تمت إحالتهم إلى التقاعد الاختياري مشيرا إلى أن البرنامج ما يزال قيد الدراسة في الوقت الراهن وقد جدد المعراج في تصريحات صحفية دعوته للبنوك لتحرد دقة بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض خدمتها مؤكدا أن المصرف المركزي لم يتلقى أي شكاوى بهذا الخصوص حتى الآن هذا وقد عز المعراج انخفاض عجز الموازنة والدين العام إلى الجهود الذي بدلتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية مؤكدا أن التطورات المالية الأخيرة ستساعد البحرين كثيرا في معاملاتها مع الأطراف الخارجية وخصوصا هيئة التصنيف الاعتماني مما سيحسن من تكلفة الاقتراض الخارجي أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة ارتفاع أرباح التدول في البورصة بنسبة 60% في العام الماضي 2018 فيما زاد حجم التدولات 28% خلال نفس الفترة وقد أوضح الشيخ خليفة في تصريحات صحفية أن الرسوم الجديدة لن تؤثر إطلاقا على عملية إتمام الصفقات التجارية وسيتم فرضها على بعض الخدمات كإصدار الشهادة للشركة والتي قد تصدر مرة أو مرتين سنويا وتعد مناسبة مقارنة بتلك المفروضة في البورصات الخليجية الأخرى وقد بينا الشيخ خليفة سعي إدارة بورصة البحرين إلى التسهيل على الشركات للتداول في السوق المالية وذلك عن طريق استخدام الاكتتاب الإلكتروني المباشر الذي سهل من عملية تسجيل الاكتتاب حيث غطى 90% من قيمة الطلبات في آخر إدراج مما يؤكد نجاحه والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية المترجم للقناة نشأة الاقتصادية مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث انخفض مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.41% مقفلاً عند مستوى 1339 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 7.485.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.835.000 دينار تم تنفيذها من خلال 65 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة من نسبة 97.65% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8467 نقطة بارتفاع النسبة 0.71% مع صعود بعض الأسهم القيادية في قطاع المرافق العامة ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على انخفاض النسبة 0.11% وأغلق عن مستوى 5467 نقطة وذلك بتأثير من تراجع أسهم قطاع الطاقة وننتقل إلى السوق بوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجعا بسيطا بالرغم من صعود أسهم قطاعية الاستثمار والخدمات المالية فيما أقفل السوق دبي المالي متقدما بنسبة 0.41% مدعوما بتقدم كافة مؤشرات البورصة وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على انخفاض نسبة 0.51% مع انخفاض أغلب مؤشرات البورصة العمانية استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باجتماعه في قصر اليمامة بالرياض عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية منها التقرير الدوري الربع سنوي لبرنامج تحقيق رؤية السعودية 2030 وتناول التقرير المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس تقدم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ومؤشرات المبادرات التابعة للبرنامج كما ناقش المجلس عددا من التحديات التي أوردها التقرير على مستوى البرامج والمخاطر ذات العلاقة إضافة لتكامل جهود الجهات التنفيذية لتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 20% لتصل إلى 10 مليارات درهم في عام 2018 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه كما أوصى بنك الإمارات دبي الوطني بمنح توزيعات نقدية بنسبة 40% من رأس المال عن عام 2018 وللمرة الأولى تجاوز إجمالي الأصول 500 مليار درهم خلال العام الماضي مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل عملة واكسل إلكترونية ترتفع بنحو 32% خلال التعاملات وسط تقلبات ملحوظة داخل سوق الأصول المشفرة أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أنها تعمل حاليا على إعداد المسودة النهائية لمشروع إصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2018 وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر أن عددا من مؤسسات التمويل الدولية أبدت عزمها دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا وأشارت إلى أن من بين تلك المؤسسات البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا أعلن مصدر ملاحي وعامل ميناء أن جميع الموانئ النفطية وغير النفطية في ليبيا مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية وقال المصدر الملاحي أن النقلات تنتظر للتحميل بالمرافق النفطية في رأس لانوف والسدرة والزوندينة والزاوية والحريقة ويذكر أن ظروف الطقس السيء بدأت في التأثير على الحمولات من الموانئ الليبية في نهاية ديسمبر الماضي حيث أجبرت السلطات في البلاد على توقف صادرتها النفطية أنذاك قرر البنك المركزي في تركيا تثبيت معدل الفائدة في خطوة تتوافق مع التوقعات على نطاق واسع وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي التركي أن البنك قرر بقاء معدل الفائدة في البلاد عند مستوى 24% دون تغيير وأوضح البيان أنه رغم التطورات في أسعار الوردات وأوضاع الطلب المحلي أدت إلى بعض التحسن في آفاق التضخم إلا أن المخاطر على استقرار الأسعار لا تزال سائدة وبالتالي فإن لجنة السياسة النقدية قررت البقاء على تشهيد موقف السياسة النقدية حتى تبدي آفاق التضخم تحسنا كبيرا قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي أن الانتخابات ستكون أسوأ شيء يمكن أن تفعله المملكة المتحدة وذلك بعد هزيمة صفقتها للخروج من الاتحاد الأوروبي وفي أسوأ هزيمة لحكومة بريطانيا بالتاريخ صوت البرلمان البريطاني ضد صفقة البريكسيت بأغلبية 432 صوتا مقابل 222 وأضافت مي أمام مجلس العموم البريطاني أن الدعوة لانتخابات مبكرة سيجلب حالة من عدم اليقين ويعيد الجدول الزمني لإتمام البريكسيت لمائدة المفاوضات مرة أخرى وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية أنه سوف تعني تمديد المادة 50 وتأخير البريكسيت إلى أجل غير مسمى وإلى ألمانيا حيث حققت العام الماضي فائضا قياسيا في الميزانية متفادية انكماشا فنيا بالرغم من تباطئ نموها الاقتصادي إلى 5% مقابل 2.2% العام السابق وفق ما أعلنه المكتب الفيدرالي للإحصاءات وجاءت أرقام مكتب ديستاتيس مخالفة للتوقعات الصادرة أخيرا عن العديد من المراقبين والتي نصت على تراجع العائدات العامة وانحسار إجمالي الناتج الداخلي بالفصل الرابع من السنة بعد تراجعه بنسبة 0.2% خلال الفصل السابق وسجلت القوى الاقتصادية الأولى في أوروبا على عكس التكهنات فإضا قياسيا جديدا في حساباتها العامة بمستوى 59.2 مليار يورو ما يمثل 1.7% من إجمالي ناتجها الداخلي ضخى بنك الشعب الصيني سيولة قياسية في النظام المصرفي بقيمة 83 مليار دولار في استمرار لجهوده الرمية لدعم الاقتصاد وعبر بيان صادر عن البنك المركزي الصيني قال إن الوقت الراهن يمثل ذروة فترة سداد الضرائب وإن إجمالي سيولة النظام المصرفي تتراجع بسرعة وأضاف البيان أن الهدف من ضخ الأموال في النظام المصرفي هو ضمان وجودة سيولة كافية في النظام المالي والآن مشاهدين أترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعدن الرئيسية موسيقى 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 صعدت عملة إلكترونية بنحو 32% خلال تعاملات وسط تقلبات ملحوظة داخل سوق الأصول المشفرة وارتفعت عملة واكس بنسبة 31.9% لتكون بذلك أكبر الرابحين في قائمة أكبر 100 عملة افتراضية من حيث القيمة السوقية وبلغت كذلك القيمة السوقية لعملة واكس الرقمية 46.68 مليون دولار لتحل في الترتيب رقم 74 من بين العملات الأكبر من حيث القيمة السوقية وخلال الفترة نفسها فأن القيمة الإجمالية لكافة العملات الافتراضية بلغت 122.37 مليار دولار مقارنة بمستوى 123.8 مليار دولار المسجل في التعاملات السابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر